سؤال الآخر أنا قمت مع عملية جراحية بطر الثد منذ 17 يوم أسأل الله أن يجب لكسرك وأن أعودك خيرا وصف لي الطبيب مهدئات للألم لأنني إلى هذه الساعة أشعر بألام كثيرة لدي صعوبة بالغة في النهوض من السري أنا الآن بحاجة أن أعرف هل يتوجب عليه الصيام في هذا الشهر الكريم أم لا الجواب ببساطة أن المريض أعرف بحاله فيعمل بما يطيقه بعد التشاور مع طبيبه والقاعدة إن كان الصوم يؤدي إلى حدوث علة أو إلى زيادتها أو إلى تأخير شفائه منها أو يعرضه لما لا يطيقه من الألم ساغله الفطر المريض إن كان الصوم يؤدي إلى زيادة علته أو تأخير شفائه منها أو يعرضه لآلام لا يطيقه ساغله الفطر والله تعالى أعلى وأعلى